من وصل دراستنا عن السر المكتوم قلنا أن هذا السر كان غير معرف في القديم فكرة الكنيسة والشيء الثاني في هذا السر أن الأمم أيضا يكون جزء من الكنيسة في جسد المسيح فأراد أن ينير على هذا الموضوع ويريد أن يعطي مكاني خاصة خلي في بالك أن هذه البلد كانت بتمارس عبادة أرطميس ويوجد هياكل في كل مكان والعبادات الوثنية كان فيها إباحية مثل أنا قريب من مكان الدعارة اللي كان جزء من العبادة وهكذا الناس كانت تنغمس في حياة الشر والشهوات واللذات أيضا فتخيل اليهودي المتدين واليهودي اللي عنده العهد والشريعة والنموس والاستنار من كلمة الله والأمم اللي كان بمارس العبادات الوثنية الإباحية اتنين آمنوا في المسيح فأصبحوا جسد واحد في المسيح يسوع اعتمدنا لجسد واحد وصقينا بالروح الواحد فالكنيسة هي حقيقة هي جسد المسيح الكنيسة هي هيكل الله هي عروس المسيح هي جماعة القديسين المفديين هي جماعة المدعوين اللي الله دعاهم من الخارج حتى يكونوا شعب الله وأما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب قال وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور والمسيح أيضا بيتكلم في يعني من خلال بولوس الرسول لما بيتكلم عن الكنيسة بقول له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور المسيح بيتمجد من خلال الكنيسة ورسول بولوس أيضا بيذكر في رسالته عن السر العظيم طبعا بيتكلم عن اتحاد الرجل بالمرأة فيكون الاثنان جسد واحد ثم يقول هذا السر العظيم ولكن أقول من نحو المسيح والكنيسة فالمسيح هو رأس الكنيسة كما يقول كتاب أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها ثم يواصل حديثه في الإصحاح الخامس لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لغضنا ولا دنس فيها من هذا الشيء فإذن الكنيسة مقدسة من جوة ومن بر أيضا المسيح هو رأس الكنيسة رأس الجسد المؤمنين من كل أنحاء العالم سواء وثني سواء يهودي سواء اللي بيشاهدنا سواء مسلم أو مسيحي سواء يهودي صيني أو تركي أو ياباني أو أمريكاني أو أوروبي عندما نؤمن بالمسيح فنحن نصبح شعب الله كنيسة الرب جسد يسوع المسيح وهذا امتياز كبير جدا أحبائي اللي بيتكلم عن نمو الكنيسة اشتركوا في القناة